في الأيام المصرمة الأخيرة أصدرتم مجموعة من البيانات المتعلقة بالإطار الذي يحدد معالم العمل عن بعد في ظل أزمة كورونا المتفشية أول سؤال أطرحوا عليك الآن في بعض التفاصيل المتعلقة بهذا البيان هل جميع المهن مشمولة بنظام العمل عن بعد؟ طبعا في ظل الظروفة الاعتيادية ليست كل المهن بالاستطاعة أن تكون مشمولة في نظام العمل عن بعد على سبيل المثال المهن التي تتطلب وجود العامل وتبادل السلع مع المشتري على سبيل المثال بالإضافة إلى التعامل الشخصي في مجال تقديم بعض النواع الخدمات هذه المهن لا يمكن التوجه فيها إلى نمط العمل عن بعد ولكن هناك جزء كبير من المهن وشرائح المهن المختلفة التي قد تدعم بنظام العمل عن بعد على سبيل المثال مراكز الاتصال وخدمة العمل في بعض الأحيان التي تكون عن بعد هذا بالشكل العام لكن دعنا نتكلم عن حالة الحالة الاحترازية الآن في موضوع كورونا الحالة الاحترازية اليوم قسمت تقريبا إلى قسمين أساسية المهام التي تستدعي مواجهة العملاء وهذه تم تقديم التوصي بتخفيضها بشكل كبير أما المهام الأخرى التي لا تتطلب مواجهة الجمهور أو التعامل مع الجمهور بشكل كبير فهذه كان فيها التوجيه بشكل كبير إلى تقييد بنظام العمل عن بعد قدر المستطاع طيب أنا كصاحب منشأة خاصة الآن خلق قطاع الحكومي كصاحب منشأة خاصة أنا ترازق الله بعد في إرادات وفي نفقات وما إلى ذلك هل يمثل هذا الشكل التحدث عن الموضوع العمل عن بعد هل يمثل شكل من أشكال التعطيل لمساري المهني والوظيفي ولا لا الموضوع في تفاصيل أخرى يمكن أن تتجاوز هذا الجانب طبعا بلا شك نحن نعيش ظروف غير اعتيادية بعض الشيء فتبني هذا النمط من العمال هو علاج علاج مؤقت في بعض الحالات الحرجة وليس بالضرورة هو المسبب لما تفضلتم به من هذه الملاحظة هو نمط يوصى فيه اليوم لضمان استمارية العمال ونحن اليوم في ظروف استثنائية وخاصة تستدعي التنبه إلى موضوع التباعد الاجتماعي وما يعرف بالسوشال ديسنسينج فهذا كان الهدف من هذه الحزمات التي اتخذتها مختلفة الجهات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص عليها هو أنه يزيد من التباعد الاجتماعي وذلك حتى نقضي بإذن الله على معدلات الانتشار المنتفئة ترجمة نانسي قنقر